سائر يقول تحيرت وأن أجمع بين قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ثم وجدت حليث البخاري عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يقول إن مدة العدة حسب الآية ثلاثة قروء ثلاثة أشهر تقريبا أكثر من شهرين قطعا أما مدة العدة في الحديث طهران اثنان وحيضة وبالتالي غالبا أقل من شهرين فكيف يمكن التوفيق بينهما الجواب عن هذا ليس بين الآية والحديث تعارض يا رعاك الله لانفكاة الجهة الحديث في آية البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء عن العدة التي تتربصها المطلقة بنفسها وهي لا تزال فيها على ملاك زوجها وهو أملك برجعتها في خلالها وهذه العدة لذوات الحين ثلاثة قروء كما جاء في الآية الكريمة ولله يئسن من المحيض أو الصغيرات اللواتي لم يبلغن زمن المحيض الله جل جلاله يقول والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والذائي لم يحض أما الحوامل فعدتهن وضع حملهن كما قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هذه عدد المطلقات يا رعاك الله أما الحديث فهو يتحدث عن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أي لا تطلق المرأة إلا أن تكون مستقبلة للعدة حتى تدخل في العدة مباشرة بعد الطلاق فلا تطول عليها مدة العدة هذا لا يتحقق إلا إذا طلقها في طهر لم يمسسها فيه وهو نفس المعنى المشار إليه في قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وإنما أمر النبي صلى الله وسلم ابن عمر أن يمسك حتى تطهر ثم تحيط ثم تطهر حتى لا تكون المراجعة بعد هذا بقصد الطلاق والله تعالى أعلى وأعلم